اشتركوا في القناة ويتابعها لكن طبعا في الفترة دي انا ارجح طبعا انت تتابع دايما فيديوهات المراجعة بشكل يعني مخصص ولكن لو انت عندك مشكلة في اي جرامر ممكن ترجع له بمنتهى السهولة من خلال اللينك نبدأ بقى كده مع بعض طبعا الاجابة هتكون مجموعة من القصائد عندنا اي هنا افتر وبعدين وراها ماضي تام يبقى كان قبلها اي ماضي بسيط يبقى اللي جابة عندنا الماضي البسيط هي توق طبعا كنا حلين السؤال ده في اليونيتات اثناء ما كنا بنحل اليونيتات طبعا يعني الحق في الذهاب الى المدرسة طبعا زي ما انتوا شايفين عندنا وعندنا اف هنا لكن خلي بالك ان اف دي برضو عشان دي ممكن مشكلة للناس كتير ان مش اي اف تقابلنا يبقى ديت من الحالات اللي هي الصفرية والحالة الاولى والتانية والتالتة لأ ان هنا عندنا اف لما تيجي بعد اسكد يبقى انت هنا في الغير مباشر الغير مباشر طالما فعل القول هنا ماضي يبقى عندك جوا برضو ماضي يبقى دي مش معانا ودي مش معانا يا طرعا تبقى كود اي ولا اي كود قلتلك بقى طالما عندك هنا نقطة في الاخر نقطة في الاخر كده يبقى انت بتعمل وطالما انت غير مباشر يبقى انت بتعمل ترتيب الجملة العادية الجملة العادية بتبدأ بسبجكت بعد كده الفيرب تمام السبجكت اللي هو اي بعد كده كود ماشي والفكرة دي مهمة وبتيجي كتير افمس نقطة هو مين من الناس دي اللي هيصمم البيت بتاعي طبعا الاركوتيك المهندس الماماري every animal and plant plays an important role in our طبعا in our ecosystem النظام البيئي بتاعنا mount everest is nearly nine thousand meters above sea طبعا sea level يعني مستوى سطح البحر طبعا سؤال سهلي جدا the book about charles dickens السؤال طبعا بصوا بنسبة مليون في المية مليون في المية يعني لازم يجلنا اسئلة على الدمير الوصل يا اما في الاختيارات يا اما ممكن يجيبها لنا في سؤال الاكمل فلازم ان نكون عارفينها كويس جدا ايه غير عاكل شيء غير عاكل والغير عاكل بيجي معي اما ويتش اما ذات عندنا منهم واحدة بس اللي هي طبعا ده برضو تعريف تعريف كلمة يعني يدرك لو انت ادركت شيء فجأة هتكتشف ان انت ايه عارفه رقم عشرة هما بيبصوا على الارض طبعا زي ما انت شايفين احنا هنا بنتكلم على الاحتمالات الاحتمالات مش معانا شود انت ومش معانا مش معانا شود انت ومش معانا هل هما مستحيل يكونوا ضيعوا حاجة طب لو هما مستحيل يكونوا ضيعوا حاجة هيبصوا في الارض ليه يبقى دي مش معانا يبقى هما ممكن يكونوا ضيعوا حاجة لو مايت هتبقى صح ولو كانت موجودة مصد مسلا ما كانش هديني مايت وكانت تبقى صح برضو طبعا لشان اقول يتخطى يبقى بمعنى اتخطى الخوف بتاعي ده او ايه ان انا مبقاش اخاف تاني بقى من الارتفاعات بعد كل المطرة دي بعد كل المطرة دي بعد كل المطرة الكتير دي طبعا ده تهديد حقيقي ان ممكن يحصل فائضهم طبعا كل ناس كتير فاكرا انه هو حقيقي لكن هو كان ايه في الاصل لكن هو كان خيالي خلي بالك برضو من حاجة احنا بنقول science fiction science fiction ماشي لكن لما بنيجي نوصف شخص بنقول ايه عليه fictional fictional يعني ايه يعني خيالي if you not you lose control of yourself انت بتفقد السيطرة على نفسك برضو ده تعريف تعريف كلمة ايه تعريف كلمة بانك اللي هو ايه مرعوب his last novel came not during the second world war طبعا خدنا كلمتين بمعنى تم نشرهم اللي هي came out came out the shop assistant showed me how to not add this device to a computer طبعا this device to عندنا هنا حرف الجار two يبقى الجهاز ده للكمبيوتر يبقى ان انا ايه ان انا اوصل الجهاز ده بالكمبيوتر وكلمة اوصل اللي هي connect طب ليه يا مستر مش contact اذا احنا حلناها في الامتحان اللي فات contact هقولك ليه بقى لان في الامتحان اللي فات لو فاكر انا قلتلك احنا هنشوف احنا عايزين اسم ولا فعل المرة اللي فات تكوننا عايزين اسم فاخدنا contact اما المرة دي هين عندنا تو وتور بيجي وراء الفعل في المصدر عشان كده خدنا connect نيجي على سؤال fill in the space اول حاجة معنا بيقول لنا be obedient to your parents and society لازم ان تكون بتسمع كلام اهلك والمجتمع بتاعك if you do this you not succeed in your life لو عملت ده انت ايه تنجاح في حياتك طبعا عندنا هنا حالة if زي ما انت شايفين وراءه مضارع بسيط يبقى انها حالة تانية will ودي المصدر اهي يبقى will والمصدر when your parents ask you to do something لما اهلك يقول لك ان انت تعمل شيء you not do it يبقى انت مثلا should do it او انت must do it اي حاجة يجي وراء الفعل في المصدر زي مثلا must او should when rules are not everything is okay لما القواعد بيتم ايه كل شيء بيكون اه جيد طبعا هنا عايزين بيتم تطبيقها بيتم تطبيقها تمام فمسلا ممكن نقول او بيتم اتباعها زي مثلا followed زي مثلا followed او يتم تطبيقها فانت بتشوف اي فعل المهم تجيبه في التصريف الثالث اي فعل مناسب تجيبه في التصريف الثالث you needn't do all things by yourself انت مش محتاجة تعمل كل حاجة بنفسك but you can ask the other people to help you ممكن تسأل الناس التانين ان هي تساعدك تمام كده حلينا السؤال بتاع في الانزاز بيز تعال دلوقتي ما نشوف سؤال الكتعة نرى بس الاسئلة الاول why is arse impressed by amal's aunt ليه عزة كانت منباهرة بعمة امال what does bircela hope to achieve as well as learning at school في بنت اسمها بيرcela او واحدة اسمها بيرcela هنشوفها دلوقتي ديت كانت عايزة توصل ايه بجانب التعليم what do the underlined words anyone else refer to كلمة anyone else دي بتشير اليه what do you think the word remarkable means كلمة remarkable تعتقد ان هي معنى ايه طبعا لو انت عارف معنىها خلاص انت سهلت على نفسك الدنيا لكن لو انت مش عارف معنىها فلازم تستنتج المعنى ده من القطع do you think learning in an old age is useful and why تفتكر التعليم في سن كبير ده مفيد ولا لا ولماذا do you think that bircela will be able to use the skills she learns at school why and why not bircela دي هتقدر تستخدم المهارات اللي اتعلمتها في المدرسة which subject do you think is better to learn when a person turns old لما الشخص يكبر في السن تفتكر ايه انسب حاجة المفروض ان هو يتعلم تعلم منقربة عندنا هنا دير امال عزيزتي امال هنا اللي كتبه الخطاف طبعا هي عزة لكن بعتابها الامال فتقول لها in your last email في الاميل اللي فات بتاعك you told me about your aunt انت كلمتيني عن عمتك I am very impressed that she is going to get a degree in law now that her children have left home يبقى ترى هي معجبة بيها ومنبارة بيها ان اولادها سابوا البيت ولا ان هي هتحصل على شهادة جمعية طبعا ان هي هتحصل على شهادة جمعية يبقى لجابة هتكون دي she is studying for a degree بعد كده you asked me if i knew anyone else who had studied when they were older when they were older طبعا anyone else هنا معناها اي حد تاني معناها اي حد تاني يبقى any other people ولا any aunts ولا any ولا any relatives طبعا الجابة هتكون any other people تمام تعالوا ما نكمل كده ونشوف I don't know anyone انا ما عرفش اي حد but I heard about an amazing woman in a report on the radio انا سمعت عن واحدة في تقرور في الراديو the report said that a woman had started primary school at the age of 90 بدأت التعليم اللي ابتدائي في سن تسعين سنة يان هارا بيض حاجة كبيرة جدا the woman whose name is بروسيلا lives in a ruler village in kenya بتعيش في كنيا اسمها بروسيلا بدأ التعليم ابتدائي وهي تسعين سنة when she was younger لما كانت صغيرة she wasn't able to go to school ما كانتش تقدر ان هي تروح المدرسة she worked for 65 years as a nurse اشتغلت لمدة 65 سنة كان ممرضة although she was good at her job على رغم ان هي كانت جايدة في الوصيفة بتاعتها she never learned to read or write ما كانتش بتعرف ولا تقرأ ولا تكتب in 2003 the government of kenya said that primary school would be free for everyone for the first time اي حد عايز يدخل التعليم اللي ابتدائي يقدر يدخل مجاني بروسيلا wanted to learn to read and write and decided to go to primary school with six of her great great grandchildren يعني هتدخل المدرسة مع احفاد احفادها بقى يعني تدخل المدرسة ابتدائي مع احفاد احفادها she said that it was never too late to learn new skills and she wanted to inspire other adults to do the same طبعا حاجة عظيمة جدا ان فعلا مفيش وقت متأخر لتعليم ان انت ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي اصلا يعني ان انت تيجي متأخر احسن من انت ما تجيش اساسا فهي فعلا طبقت المثل ده وان هي دخلت وتعلمت الابتدائي في سن التسعين سنة عشان تتعلم تقرأ وتكتب now she is learning math هي بتعلم math English كمان انجليزي وهي بي اي طبعا دي اللي هي التربية البدنية she wears the same blue and green uniform as her fellow people يعني بتلبس lips زي الطلبة البقيين اللي هما صغرين جدا the head teacher of the school said that percela was loved by every people and that she all wanted to learn and play with her كلهم طبعا بيحبوها وكلهم عايزين يتعلموا ويلعبوا معاها add break she tells the other people about the customs that she grew up with بتقولهم طبعا العادات والتقاليد اللي هي نشعة عليهم at the end of the report في نهاية التقرير percela said that she wanted to tell the world's children that with education they could be whatever they wanted هما يقدروا يكون اللي هما عايزين وبالتعليم she is certainly a remarkable woman هي انسانة ايه بقى very old كبيرة جدا ولا very kind عطوفة جدا ولا very clever يعني شطرة جدا ولا unusual in a way that is surprising ولا هي غير طبيعية بشكل مدهش طبعا الاجابة واضحة جدا هتكون ايه تعالوا بس ما نشوف هنا الاسئلة بتاعتنا بقى as well as learning at school هي كتعايزة تعمل ايه بجانب التعليم طبعا she wants to inspire children to learning كتعايزة اهي الحتة دي كده to inspire other adults to do the same ان هما يتعلمهم كمان طبعا عرفنا ان anyone else دي معناها any other people وعرفنا ان اخر كلمة اللي هي remarkable دي معناها unusual in a way that is surprising يعني بشيء مدهش ان هي غريبة لكن بشيء مدهش طيب do you think learning in an old age is difficult طبعا ده تقدر تكتب رأيك براحتك انا بس عكتب يعني اجابة ممكن تكتب زيها ممكن تكتب حاجة مختايفة yes learning has no end طبعا التعليم مالوش نهاية so we must keep learning until the end of our days احنا لازم نتعلم لحد نهاية حياتنا بعد كده do you think that برسيلا will be able to use the skills she learns at school طبعا الاجابة هتكون yes she could teach new nurses هي ممكن تعلم الممرضات التانين بقى تعلمهم برضو الاراة والكتابة لهم ما بيعرفوش which subject do you think is better to learn when a person turns old طبعا ده برضو سؤال يعني تقدر تكتب فيه رأيك عادي انا قلت مثلا all subjects are good at any time كل المواد بتكون جيدة في اي وقت حابب تكتب مادة معاينة انت شايف ان هي مفيدة تقدر ان انت تكتبها دلوقتي معاينة اخر حاجة طبعا هي الترجمة التعليم ليس غاية ولكنها وسيلة لادراك الغاية كنا اخدنا المصطلح ده الناس اللي امتابع معايا بقى السلسلة بتاعت الترجمة كنا اخدنا المصطلح ده اللي هو ايه وسيلة وليست غاية دي كنا اخدناها فتعالوا كده ما نشوف مع بعضه ونفتكره education طبعا اللي هو التعليم احنا اتفقنا من عربي الانجليزي بنبدأ بالفعل اللي هو التعليم education isn't an end but a means to an end هي المصطلح ده اسمه a means to an end تمام وسيلة ايه لادراك الغاية بمعنى اخر اللي هي another meaning بمعنى اخر نحن لا نعلم اطفالنا لغرض التعليم يبقى مين الفاعل احنا اللي هو نحن دي تمام يبقى لا نعلم طبعا واضح ان ده مدارة يبقى طبعا الفعل في المصدر وراها اطفالنا لغرض التعليم our children for the purpose purpose اللي هي ايه اللي هي معناها هدف او غرض of education غرض التعليم but لكن هدفنا ان نجعلهم ايه مؤهلين للحياة but our goal is to make them eligible او qualified for life يعني مؤهلين للحياة طبعا عندنا بعد كده اهمية المياه وده مهم جدا 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 ياريت تدخل على النت دلوقتي وتشوف برضو الموضوع ده تجيب عنه معلومات وتقرأ عنه شوية لانه طبعا الموضوع مهم وبيتكرر كتير قوي في الامتحانات فممكن يجيلنا فنقرأ عنه بعض المعلومات كده والجمل بحيث ان هي تبقى في دماغنا فلما نيجي نكتب نقدر ان احنا نستخدمها كنا كلمنا على الموضوع ده قبل كده طبعا هنا هتكتب برضو المميزات بتاعت الريف وايه العيوب بتاعت الريف وكنا فيه يونت من اليونتات كان فيه موضوع في اليونت اصلا على الموضوع ده فاتكلمنا فيه فبرضو ممكن ترجع اليونت دي وتشوف الجمل اللي فيها وتقدر ان انت هتستخدمها وطبعا كنا هننسى الترجمة من انجليزي العربي The state is taking the necessary measures to approach all forms of corruption to push the oil of production forward طبعا زي ما تعودنا برضو بنشوف الفعل اللي هو ايه اللي هو is taking the necessary اللي هي تأخذ الدولة تأخذ الدولة الاجراءات تأخذ وبعد كده كده بدأنا جملة فعليا نجيب الفعل بقى اللي هو الدولة لسه حلنا في الامتحان اللي فات بعد كده ايه بقى الاجراءات الضرورية اللي هي the necessary measures تمام ليه بقى to approach all forms طبعا كلمة ابروت دي معناها لكتلاعة يعني زي ما يكون مسلا في وردة في وردة كده في الحديقة وانت بتشيلها بقى ايه من الحديقة يبقى to approach دي لكتلاع خدنا ان to او in order to بنترجمهم لحرف اللام تمام all forms of corruption طبعا corruption معناها الفساد كلمة مشهورة جدا كل ايه الاقتلاع جزور كل اشكال الفساد to push زويل of production بوش دي اللي هي معناها تزقها هتلاقي مكتوب على اي باب لو انت دخلت محل نضيف شوية تلاقي مكتوب كده بوش اللي هو زق الباب يعني اللي هي ايه اللي دفع عجلة الانتاج للامام بس كده نكون خلصنا الامتحان بتاعنا اتمنى تكونوا استفدتم منه كده حلنا ثلاث نمازج ان شاء الله نحاول ان احنا ننزل كمان بعض النمازج قدر الامكان لحد يوم الامتحان وربنا معاكم وطبعا برضو لو كنت معتمد على الشرح من بداية الترمي فباذن الله انت هتكون يعني بقدر كافي برضو متضرب بشكل كويس لكن طبعا حل الامتحانات برضو كتير علشان ايدك تتعود عليها واهم حاجة اكتب اي سي كتير اكتب اي سي كتير كتير جدا جدا وكمان حل كتعه كتير دول اهم حاجتين لازم ان انت تتضرب عليهم كتير علشان تكون يعني متمرس كده وسهل ان انت تحلهم اسناء الامتحان شوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته